السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة ولزيزة جدا. هنعمل مع بعض الكنافة بالاشتاء. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. وهتطلع معاك بالشكل الجميل ده. بصي ما شاء الله شكلها تحفى وطعمها لزيز جدا جدا. والكريمة كمان من جوة كده نعمة وجميلة جدا. ان شاء الله هتجربة الطريقة بتاعتي سهلة وبسيطة. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الخطوات بتاعتنا عبارة عن ايه. بس طبعا ما تنسينش باللايك. يلا بينا نقول بسم الله. اول حاجة بنبدأ نعملها بنعمل الشربات. معيار الشربات معنا. كوباية ونص سكر. وبنفس الكوباية العيرت بها السكر عاير بها المية. كوباية مية. تمام كده? وبعد كده هضيف عليهم كمان معلقة كبيرة عسل كولوكوز. وممكن عسل النحل الموجودة عندك. وبعد كده بقى حطها على نقرة عالية اول ما تبدأ تغلي معي هروح جاية عصرة عليها نص لامونة صغيرة. وهسيبها تغلي لمدة سبع دقايق. ازبط الساعة بتاعتك لمدة سبع دقايق هطف عليها. وحط الفليليا واسيب الشربات يبرد تماما. تمام كده? كده بالنسبة للشربات. بعد كده معنا كنافة انا جايبها نص كيلو كنافة. اول ما جبتها من عند الراجل حطتها في الفريزر عشان اعرف اكسرها بالشكل ده. وتبقى نعمة معي بالشكل الجميل ده. لازم الخطوة دي نعملها. اول ما تشتريها حطيها على طول في الفريزر تتجمد معاك. ابدأ يكسريها بكل سهولة. وتقى نعمة معاك جدا. الخطوة اللي بعد كده بقى معينا كوباية السمنة على زبدة. ممكن لو عايز تخديمي سمنة بلدي عادي خالص. انا النهاردة استخدمت سمنة على زبدة. وكانت عمها طحفة في كنفة. هبدأ حطها على نار. ايدوك بس كده سياحة كده معي. وبعد كده روح جايح حطة بقى الايه? السمنة على زبدة. على النص كيلو كنافة كلها. وهسيب بس منها يجي معلقتين بس كده ادهن فيه الصينية. الصينية اللي انا هحطي فيها كنفة. تمام كده? نبدأ بقى نغلف كده كنافة بتاعتنا بالسمنة على زبدة. انا مش هحطي سمنة تاني ولا هحط اي حاجة تاني. تمام? هي السمنة اللي انا حطيتها تلوقتي معاكم. هي اللي انا ايه? هستكفى بها لغاية مخلص الصينية بتاعتي كلها. هبدأ بقى نغلف كده كنافة كده بالشكل ده. كلها. وبعد كده هنضيف عليها كم مكون آآ معلقة السكر بودرة. معلقة واحدة بس بقاش مسكرة او معيك. ونرجع برضو نقلبها كده برضو ونشرب الكنافة من ايه? من السكر. تمام? وزي الفل. بعد كده بقى هنجيب بقى الصينية مدهونة بالسمنة حاجة بسطة جدا. وبعد كده ابدأ ااخد نص الكنافة وحطها في الطبقة التحتانية. زي ما انت شايفة كده. وكمان هعمل كده ايه? آآ حزي كده صغير كده من الكنافة. حرفي كده طالع كده الفوق اهو زي ما انت شايفة. بحيس لما حط الكريمة ما تطلعش البر. وبطنتها بايداية كده ولا استخدمت صنية ولا استخدمت طبق ولا اي حاجة خالص. هي ما شاء الله عليها متمسكة معنا. وزي الفل زي ما انت شايفة. بايداية كده عملت لها حرف في الكنافة. وكمان بطنتها كده ايه في الارضية. تمام كده? آآ بكل سهولة. ما شاء الله السمنة والسكر اللي احنا حطناهم خليها مع ايه متمسكة وزي ما انت شايفة كده. نبدأ بقى نشتغل مع بعض ونعمل الكريمة. يعني بعد ما خلصت الكنافة كده المرحلة ديت. نبدأ نشتغل في ايه في الكريمة. الكريمة معنا تلات كبيات لبن. طبعا الاصفل اللي على وش اللبن ده ده زب دوعت مني في اللبن. فعادي خالص يعني فيش مشكلة. واربع معالق من معلقة كبيرة آآ نشا. تمام? هفضل بقى اقلب فيهم كده على البارد. لغاية لما دوب مع دوب النشا مع اللبن. هفضل اقلب كده. يدوبوا معي. وبعد كده احطهم على النار. على النار طبعا هادية عشان ما تشتش منك ولا تخرز ولا تكلكة ولا يحصل لها اي حاجة. هفضل اقلب كده بالمضرب كده ما انت شايفة لغاية لما القوان بتاعها يبقى ناعم كده معانا ما شاء الله وتقيلة كده. كده كده ايه الكريمة بتاعتنا مصبوطة وزي الفل. هروح جاية على طول وهي سخنة هروح جاية حطها على الكنافة. كده على طول. اهو شايفها ما شاء الله عليها. نعمة وزي الفل زي ما انت شايفها ازاي? نبدأ بقى نفردها كده بقى ايه? في الصينية بتاعتنا على الكنافة. وزي ما انت شايفة كده الحرف اللي احنا عملناه للكنافة ويخليها ولا تلعت لبرة ولا اي حاجة. يا ده بقى جاي في النص بالزبط. هسيبها بقى تبرد لمدة دقيقتين اتنين بس. احطان في الشطة. فهسيبها تبرد لمدة دقيقتين. يا ده بقى بس احط ايدي عليها كده. قلقها متماسكة. وايه? ومسكة نفسيها كده. نبدأ بقى نحط بعد كده بقى النص التاني من الكنافة. هجيب بقى كنافة وابدأ افردها كده بقى على وش الايه? الكريمة. زي ما قلت لك ما تقلقش خالص بس اهم حاجة الخطوة دي تعمل يا. انك تسيب الكريمة تهدأ وتنشف كده شوية وبعد كان حط بقى ايه? الكنافة بتاعتنا. هبدأ بقى كده اغطي كده الوش بتاعنا كده بالكنافة وافرده. وتزبطي كده ايدك. يعني ما توقاش حتة معاك يا عالية وحتة واطية والكلام ده كل. ازبط ايدك كده وانت ايه? بتفرد الكنافة. وكمان هروح جاي ببطنها برضو بايداية. وعادي ودوسي دوسي عادي بس مش للدرجة يعني. بس ما تقلقش يعني ما تدوسي مش يحصل اي حاجة والكريمة مش هطلع لبرة. اهو. يعني مش للدرجة برضو خلي بالك. عدنا هو بفردة هوت. وبسويها. وزي الفل كده خلاص معينا. هعمل ايه تلوقتي بقى شغل الفرن بقى. وخليه يسخل معنا. وبعد كده نبدأ نحطه. الفرن طبعا سخن معنا هو. واحتجايا بقى حطاه في الرف الوسطاني عا درجة حرامية وتمانين. ومشغل الفرن من تحت ومن فوق. تمام? هسيبها بقى يعني مدة نص ساعة وكان كمان اقل من نص ساعة كمان. وطلع طب الشكل الجميل ده زي ما انت شايفها. هنعمل ايه تلوقتي بقى هقلبها بقى على الوش التاني. طبعا انت لو ما خلتش معاك الوش كده من فوق. هتقلبيها وتحطها في الفرن تاني تاخد وش معاك. ايه الحمد لله. واخد معايا وش من فوق من تحت. تقلبتها هوت وهي سخنة كده على طول. عشان نسقها الشربات وهي سخنة. والشربات معنا بارد. طبعا الشربات بتاعنا بيبقى ولا تقيل ولا خفيف. الكوام بتاعه بيبقى مزبوط. شربتها بالشكل ده. وبدأت بقى ايه خبطها كده ايه ببعضها كده عشان الشربات ينزل لتحت. تمام? تمام كده. هسيبها بقى تشرب الشربات. اهو. ونبدأ بقى قطحها مع بعض بقى ونشوف بقى الحلاوة والجمال والكريمة وحاجة كده سايحة كده عمش قادرة اقول لكم. بيجد حاجة وطعمها طحفة. الشربات بتاعها مزبوط. والكريمة بتاعتها مزبوطة. والشكل اللي طحفة كل حاجة فيها الله هو اكبر. ابني بقى هو اللي كان بيقطع وانا كنت بصوره. شايفة ما شاء الله القطع عاملة ازاي? بيجد والله العظيمة جماعة لزيزة والسهلة وبسيطة. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. اهو. ومشي بس على زي ما انا قلت لك بالزبط. عنافس الخطوات والمقادية تطلع معاكي مزبوطة. بص اللون بتاعها من فوق زي تحت. والكرام في النص كده. وشرب الشربات يعني حاجة كده يا جماعة والله في منتهى الجميل. ما تنسونيش بقى باللايك بالله عليكم. اللايك برفع الفيديو. بص نقطعها كده مع بعض يعني طرية طحفة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.